بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلع بلعدنا هذا المثال حول دارة الرنين التوادي طبعا قلنا هذه دارة الرنين التي استغلنا حالة الرنين بالدارة لتوليد بطيعة عالية لدينا هذه الدارة الطلاب لدينا المثال يقول يقول لدينا 100kVA 250V-200kV في التراسفوربر لدينا محاولة قدرة تتساوي من 100kV ونسبة التحويل هي 250V إلى 200kV تحتوي على مقاومة قيمة 1% ومفاعل حثية قيمة 5% هذا التراسفورمر يستخدم لتتساوي من 400kV في 50Hz وهذه المحاولة تستخدم لفحص كابل بـ 400kV يعني هذا الكابل بالفولتير المصلط عليه يعني هذا الحمل والفولتير المصلط عليه قيمة 400kV ومقدار التردد هو 50Hz كابل يستخدم لفولتير المصلط عليه قيمة 400kV وأن هذا الكابل يأخذ تيار شحن قيمته 5% ومفاعل حثية قيمة 400kV وأن هذا الكابل يأخذ تيار شحن قيمته 5% ومفاعل حثية قيمة 400kV سأوجد المحاثة التواري المطلوبة يعني المطلوبة هنا لكي يقصد بأنه ستسوينا الدارة بحالة رنين نعتبر أنه قيمة المقاومة للإندكتور هي قيمته 1% وكذلك هنا أشيري بالسؤال يقول يقول أيضا تترمين الإنفت والترسورمر يريد الفولتية اللي على طرفي اللي برايمري في المحاولة يعني الفولتية الداخلة المحاولة نقلق المحاولة للإندكتور وأهمل قيمة الخسائر المتولدة في الكابل نحن نجي المثال الحلقة على المثال قيمة المقاومة وقيمة الرياكتور المفاعلة هي بالنسبة المواوية أو بـ فهنا حتى نحولها إلى الآوم يجب أن نضربها في زيت بيس في الممانعة الأساسية ما يجب أن الممانعة الأساسية؟ الآوم يجب أن قيمة الفولتية في الدارة في جهة الثانون قيمة الفولتية تربية على قيمة القدرة القدرة القلية يسمى القدرة الظاهرية الكلية والفولتية هي بولتية بولتية الهتة السكندري طلاب على احتبال اني راح اطلع قيمة المقاومة من جهة السكندري اذا اريد اطلع المقاومة من جهة البرايمري لازم اخذ بولتية البرايمري من جهة الزيت من جهة البرايمري فا اذا احنا الزيت فاس راح تطاعدنا من البولتية تربية على قدر الظاهرية الزيت الاسباش وراح تساوينا هذه القيمة اللي هي 200 kV over 100 kVA يساوينا قيمة 400 kVA هذه هي طلاب الزيت بيس اللي هي الممانعة الاساسية حتى نوجد المقاومة اللي هي اصلا مطينيها في البر يونت فنضرب المقاومة البر يونت في الزيت بيس وراح تساوينا 0.01 اللي هي 1% في 400 kVA راح تطع لنا قيمة 4 نفعه يلو اوم وبنصر الطريقة راح اوجد قيمة XL للمحاولة for transformer XL for transformer ويساوي الرياكترز اللي هي موجودة على التوالب هادي for transformer اللي هو مطينيها بالسؤال هو 5% أو 5 per unit فهي كذلك راح اضربها في الزيت بيس راح تطلع لقيمة 20 kVA 0.05 تايم 400 kVA أيضا 25 kVA ها هي قيمة المفاعلة الحثية للمحاولة الرياكترز اللي هو مطينيها المقاومة للإندكترز هذه على التوالب قيمة 1% كذلك نفس الطريقة اضربها في الزيت بيس ولانا هي قيمة نفس قيمة المحاولة وطلعات اللي نفس القيمة اللي هي قيمة أربعة كيلوهوم لكباثة كباثة كباثة الكباثة اللي هي التابعة للكيبل لانا نمثل اي نموذج الفحص نعتبرها كمتسعة قيمة متسعة الكيبل نقدر نطلعها او اللي نقدر نطلع الكباثة في الرياكترز لهذا اللود اللي راح يساوينا يساوينا الفولتية على التيار فراح تطلع قيمة المفاعل السعوية لنموذج الذي يراد فحصه فراح يساوينا الفولتية وعمل كيبي على O.5 التيار ويساوينا 800 كيلو أوم هذه قيمة المفاعل السعوية طبعا هذه قيمة المفاعل السعوية حتى تكون لدي الطلاب حتى تساوي هذه الهدارة تكون في حالة الرياكترز لازم أدي المفاعل الحفية بإندكتف رياكتر تساوي المفاعل السعوية الكباثتف رياكترز هنا أنا شون لازم حي في حالة الغني ما سوف أرد أن نقوم بإداء يريد أن يجلني تقوم بإندكترز بمع أن هنا أضبوا إندكترز والتي ستاوينا للإداء فإذا إداء هو الإندكترز هذه المفاعلة الاندكتف الاندكتف الكلية بالدعر وهي شيء مثل أن ن thinksل المفاعلة القلية بالدعر اللي هي تساوي المفاعلة السيريز زائد المفاعلة المحولة الاندكتف الاندكتف للمحولة الاندكتف الاندكتف realities المحولة على التوالي مع الحمل فاذا اذا اريد اطلع الاندكتف ريكتر للسيريز كويل هذي سيريز ويندي موجود راح يساوينا يساوينا 800 مفاعلة كلية ناقص العشرين بها المفاعلة المحولة اللي استخرجنا واللي هو مطنية بالسوار 5% وطلعنا طربنا بزة فيه وطلع 22 كيلو ساعدني المفاعلة كلية لاندكتف من الرياكتر منص الرياكتر من التوالي مع الحمل وكذلك بربط على التوالي مع المحول ستعط فو احتى اطلع طلع قيمة ال الاندكتنس قيمة الاندكتنس راح شي يساوينا نارف هنا ال XL شي يساوينا 2x بفل ال ال راح شي يساوينا ال XL ال XL قيمة ال ال اللي هو الاندكتنس يساوينا ال XL اوبر 2 باي عف ويساوينا 780 كيلو اوم على 2 في كلارة بوينت 14 في قيمة ال باي ال 50 اللي هو قيمة التردد راح تطلع لنا قيمة ال الاندكتنس ال 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 الهي لحي يساوينا 2484 هنريد ها قيمة ال الاندكتنس اللي موجودة هالي اللي اللي لتسبب ال طلاب انه دارت وصل الى حالة الرنين انه الى المطب الثاني يقول اوجد the inward voltage to the transformer الولتية اللي داخره تنم ترسفورمر اهنا شان اوجد الولتية تقرابا راح تكون هى الولتية نوجد الولتية في جهد التانه ونضرب هم نسبت التحول ها تقرابا بولتية في الجهد الى المقاومة فبالسكندر راح شو تكون الولتية ايه عبار عن الولتية التيار في المقاومة التيار في المقاومة راح شي يساوي ان التيار ايجاد التيار هو مطلع السيار هو 0.5 اوم امبير اللي هو قيمة التيار في المقاومة الكلية راح تساوي انه 8 اوم ليش 8 اوم لان احنا هدي اربعة تابعة للمحولة واربعة تابعة للسيريز الرياكتر وقيمة المجموه ها سيئة 8 اوم فاذا التيار في المقاومة راح تطلع الولتية على جهة السكندري في التيار ثم apostle راح تساوي انه اربعة كيفي هاي اربعة كيفي من جهة السكندري حتى حولها من جهة نضربها في نسبة التحويل اللي هي تساوينا 250V على 200KV ونضربها 4 في 250V على 200KV وكيفي هنا ما خليتها على كيفي تختصروا إلى كيفي وتبقى فقط 4 في 250V على 200KV وراح يصير كيمتها 5V إذن هنا أنا دخلت فقط طلعا بهذه الدارة 5V فرفعت للدارة من 5V إلى 400KV طبعا أول شيء إنه المحولة رفعت من 5V إلى 200KV وبعد ذلك دارة الرنين رفعت الولتج إلى 400KV إذن هذا مع انتهاء هذا المثال جرح المثال يعني خلصنا موضوع وإن شاء الله راح نكون في المحاضرة القادمة راح ناخذ حسناً على جميعي أهلب تلك كيفية جداً؟ نعم